نستمع معا لخطبة الجمعة المباركة التي ألقاها فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله تعالى وهي بعنوان سنن نبوية عظيمة الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا نستغفره ونستعين به ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا مثيل له أين الأين فلا أين له وكيف الكيف فلا كيف له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أدى الرسالة ونصح الأمة صلوات الله عليه وعلى كل رسول أرسله عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله ألا فاتقوه ومن تقوى الله تبارك وتعالى اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا الله باتباعه يقول ربنا تعالى في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إخوة الإيمان لقد أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام وبالانتهاء عما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام فقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعقائد إيمانية من خالفها لا يكون على هدى بل هو خارج عن دين الله عز وجل وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام شرعية من لم يعمل بهذه الأحكام يكون عاصيا آثما وجاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمستحبات فيها خير عظيم هي عنوان خطبتنا لهذا الأسبوع جاءنا بمستحبات فمن تركها ليس عليه ذنب لكن يكون فوة فضلها وثوابها فاته خير عظيم ومن المستحبات التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم السواك والاكتحال بالإثمد واستعمال السبحة مع الإكثار بذكر الله والحض على شرب ماء زمزم وكذلك حضنا على لبس البياض وهذه الأمور من جملة المستحبات التي أتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرها في هذه الأيام لأنه يكثر وجود هذه الأشياء بين الناس في أيامنا هذه التي ترافق عودة حجاج بيت الله من الديار المقدسة فاسمع معي فاسمع ماذا ورد في كل هذه المستحبات التي ذكرت لأن فيها نفعا عظيما أما السواك أما السواك فقد حثنا عليه رسول الله أي على استعماله حثا بليغا فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أيه وليس فرضا وإنما هو من النوافل المستحبة وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالسواك أيها الأحبة مطهرة للفم فهو يضيض الأسنان ويشد اللفة كما أنه يساعد على إخراج الحروف من مخارجها ومن فوائده أيضا التي ذكرها العلماء أنه يذكر بالشهادة عند الموت كما أنه مرضاة لرب العالمين لماذا؟ لأنه يضاعف الأجر فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بلا سواك أما الاكتحال بالإثمد فهذا أيضا من السنن الاكتحال لا سيما بالإثمد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البيهقي والترمذي اكتحلوا بالإثمد لماذا؟ ما الفائدة؟ قال عليه الصلاة والسلام اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر لكن يستحب أن يكون الاكتحال وطرا أي ثلاث مرات في كل عين هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبابنا ومما يسن أيضا لبس القلنسوة ولبس القميص نحن نسميها الجلابية فهذا أيضا حثنا عليه الرسول ولا سيما البياض لماذا؟ لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض فإنه خير الثياب عليكم بالبياض فإنه خير الثياب ثم أيضا من المستحبات التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم نعم أحبابنا ماء زمزم هذا الماء المبارك الذي جعل الله له خصوصية ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله ماء زمزم لما شرب له ما معنى ما معنى هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له معناه من كان له حاجة فليشرب ماء زمزم على نية قضاء حاجته فليقل قبل شربه للماء اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم وإني أشربه مستشفيا به فاشفني واغفر لي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ثم يدعو بما شاء من دعاء خير هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم عند شرب ماء زمزم هذا الماء المبارك هذا مما حثنا عليه أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ومن جملة ذلك أيضا استعمال السبحة نعم فقد ورد في حديث نعم المذكر السبحة هذا من البدع التي لم تكن أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هو مما يوافق ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أي من البدع الحسنة فلو لم يكن الرسول استعملها عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور ستحصل بعده وحث صحابته عليها مع كونهم ما كانوا يعرفونها لكن ستعرف فيما بعد فإذن هذا الذي يستعمله المسلمون في هذه الأيام السبحة هذا يذكرك أن تذكر الله أن تسبح الله أن تصلي على رسول الله يذكرك بالتهليل والتحميد وغير ذلك من الأذكار وأما استعمال الأنامل نعم فهو أحسن وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يحث النساء على ذكر الله قال لهن عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل واعقدن عليهن بالأنامل فاستعمال الأنامل هذه أحسن عند ذكر الله لماذا قال الرسول لهن صلى الله عليه وسلم عن الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات نعم هكذا ورد لكن هذا لا يحرم على المسلمين استعمال الصبحة فالتسبيح أحبابنا بالصبحة جائز وبالأنامل هذا أحسن لكن الصبحة تذكر صاحبها بذكر الله تبارك وتعالى ثم أخيرا من رأيتم من حجاج بيت الله الحرام فقولوا له أن يستغفر لكم لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج فإذا رأيتم حجاج بيت الله الحرام فاطلبوا منهم أن يستغفروا لكم فيقول الحاج مثلا غفر الله لي ولك اللهم اغفر لنا وارحمنا هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اتقوا الله حق تقاته واذكروا قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه العظيم فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات واغفر لوالدينا وارحمهم يا الله اللهم يا رب نجعل فوقنا وتحتنا نورا وأمامنا وخلفنا نورا وعن يميننا وشمالنا نورا وفي قلوبنا وقبورنا نورا وفي أسماعنا وأبصارنا نورا وارزقنا نورا يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا عطف قلب حبيبك علينا اللهم داونا بنظرة منه وارزقنا زيارته ومجاورته اللهم وارزقنا الوفاة في بلده على كمال الإيمان ربنا أشفعه فينا اللهم شفع النبي فينا ربنا شفع النبي فينا وحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه وارزقنا شربة من يده لا نظمأ بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله أقم الصلاة مستمعين الكرام كنا مع خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه المولى عز وجل وكانت بعنوان سنن نبوية عظيمة ترجمة نانسي قنقر